اشتركوا في القناة نبصلوا والله الكابتن طريق دياب طبعا ليه كل الاحترام طبعا اسطورة في تونس وكل حاجة ده رأيه بس احنا برضو من حقائنا ان احنا نرد طبعا التلامة الكلام يخص النادي الاهلي يعني لو نستعرض التصريحات حتى معنا عشان بتبقى الناس برضو شايفة التصريحات طريق دياب الكابتن طريق دياب يعني الاسطورة في تونس ولكن انا شايف ان الكلام يمكن هو مش متابع النادي الاهلي في الفترة دي ليه؟ اول حاجة قدامنا لو يعني لو استعرضنا بس ارقام النادي الاهلي في دورة ابطال افريقيا السنة دي حلاقي ان النادي الاهلي هو بيقول ان دي اضعف نسخة صح؟ النادي الاهلي لعب كم متش؟ 13 مباراة كسب 8 اكتر فريق كسب في البطولة النادي الاهلي كسب 8 متشات اتعادل كم متش؟ 5 مخسرش ولا متش فهل ده اضعف نسخة؟ على فكرة النادي الاهلي في السنين اللي فاتت كان خسر كان خسر في دورة ابطال افريقيا قدامنا الارقام على الشاشة النادي الاهلي في السنة دي مخسرش ولا مرة بعد كده النادي الاهلي اقوى خط هجوم في البطولة السنة دي 19 هدف النادي الاهلي اقوى خط يدفع في البطولة استقبل هدف واحد بس النادي الاهلي اكتر فريق حافظ على نظافة شباكو 12 مباراة 12 مباراة من 13 يعني دخل شباكو مباراة واحدة بس هدف واحد بس اكتر فريق صنع فرص محققة للتسجيل النادي الاهلي في البطولة 25 فرصة تخيل بيقول ان النادي الاهلي هو اضعف نسخة والنادي الاهلي بيحقق اطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ البطولة برصيد 21 مباراة متتالية النادي الاهلي اللي هو كابتن طارق بيقول انه هو اضعف نسخة ان برح الترجي ما رحش على مرمغر محاولة واحدة فرادس محاولة واحدة وكان معلول مصاب فيها كنا بنلعب عشر لعيبة النادي الاهلي اللي هو اضعف فريق نسخة انت في اخر نص ساعة بتلعب دفاع منطقة قدامه على ملعبك بتضيع الوقت بتغييرات في اخر خمس دقايق والمدرب بتاعك خرج قال كده ان انا خرجت باللي انا عايزه يعني قال ان انا خرجت باللي انا عايزه بنتيجة السفر سفر يعني ده لا النادي الاهلي بصراحة السنادي مقدم ارقام كويسة جدا بالذات في افريقيا بيقدم اداة كويس بالارقام احنا لما بنرد طبعا كامل الاحترام لرأي ولكن لما بترد بترد بالارقام اكتر فوز من حقك ان انت ترد طبعا اه اكتر فوز مخسرش ولا مباراة اقوى خط هجوم في البطولة اقوى خط ادفاع يعني النادي الاهلي هيعمل اكتر من كده اكتر فوز اقوى خط هجوم اقوى خط ادفاع اكتر فريق صانع فرص اطول سلسلة لا هزيمة يعني هتعمل اكتر من كده عشان انت ان ينغلب عشان يراح بيزعل بسا ما بيب